سوديوم 23 غرام على المول الهيدروجان 1 غرام على المول والأكسجان 16 غرام على المول نشرع الآن في حل هذا التمرين وكإجابة عن السؤال الأول الذي ينص على كتابة المعادلة المنمدجة لتفاعل الأستر مع هيدروكسيد السوديوم إذن CnH2Z1 COO CMH2MZ1 عوضنا الجدر الألكيلي R1 بCnH2Z1 والجدر الألكيلي R2 بCmH2Z1 نفاعله مع هيدروكسيد السوديوم يعطينا CnH2Z1 COO NA وهو الملح الذي كتلته 4.1 غرام زائد CH3 CHOH CH3 كما ذكر في نص التمرين بأنه تشكل البروبان 2 أول أي يحتوي على تلتذرة كربون وعليه يمكن كتابة صيغة الأستر من الشكل CnH2Z1 COO C3H7 نحدد الآن الكتلة المولية للأستر وهي 12N زائد 2N زائد 1 زائد 12 في 4 زائد 7 زائد 16 في 2 تعطي 14N زائد 88 غرام على المول نحدد الآن الكتلة المولية للملح وهي 12N زائد 2N زائد 1 زائد 12 زائد 16 في 2 زائد 23 تعطينا في الأخير 14N زائد 68 غرام على المول لإيجاد الصيغة الجزائية المجملة للأستر بما أن المعاملات ستوكيومترية واحد بالنسبة للأستر وواحد بالنسبة للملح فإن كتلة المدة على الكتلة المولية تساوي 5.1 على 14N زائد 88 بالنسبة للأستر تعطينا 4.1 على 14N زائد 68 بالنسبة للملح نضرب جداء الطرفين في الوسطين أي 14N زائد 88 في 4.1 تساوي 14N زائد 68 في 5.1 بعد الإختزال والتبسيط نجد أن ن يساوي 1 إذن صيغة الأستر الجزائية هي CH3 COO C3H7 نسمي الآن هادا الأستر كتابة قبل ذلك الصيغة نسمو فصلا له CH3 COO CH3 رابطة CH3 رابطة أخرى CH3 واسمه هو إيتانوات ثم مثيل إثيل نصل الآن للإجابة عن السؤال الثاني وهو كتابة معادلة تفاعل إماهة الأستر الحادث في الوعاء بي CH3 COO CH CH3 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 زائد H2 يعطينا CH3 COOH زائد CH3 CHOH CH3 ولحساب مرضو تفاعل الإماهة نبحث عن التقدم الأعظمي كالآتي كمية المادة الابتدائية للأستر هي كتلة نفس المادة على كتلتها المولية نعود 5.1 على ميوزوج نجد كمية مادة الأستر الابتدائية هي 0.05 مول نبحث أيضا عن كمية المادة الابتدائية للماء وتساوي 0.540 على 18 طبعا 0.540 هي كتلة الماء محولة من الميليغرام إلى الغرام لنجد في الأخير أن كمية مادة الماء الابتدائية هي 0.03 مول إذن التقدم الأعظمي هو XOmax يساوي 0.03 مول نبحث الآن عن التقدم النهائي X فينال من معطيات التمرين نجد أنه عند حدود التوازن تكون كمية المادة للحمد تساوي كمية المادة للأساس وبالتالي كمية مادة الحمد تساوي C في V ذكر في نص التمرين أن C تركيز المحلول الأساسي هو 0.5 وحجم المحلول الأساسي اللازم للتعديل هو 30 مليلتر يحول إلى اللتر أي 0.03 لنجد في الأخير أن كمية مادة الحمد المتشكلة تساوي 0.015 مول والآن نكتب عبارة مردود تفاعل الإماهة R يساوي توفينال في 100 توفينال هو X فينال على X و ماكس نضربه في 100 X فينال هو كمية مادة الحمد المتشكل وX و ماكس وجدناه أنه كمية مادة الماء الابتدائية بعد التعويض ب 0.015 على 0.03 في 100 نجد أن مردود تفاعل الإماهة هو 50% نجيب الآن عن السؤال جيم وهو حساب ثابت التوازن نكتب قبل ذلك عبارة K وتساوي تركيز الحمد فينال في تركيز الكحول فينال على تركيز الماء فينال في تركيز الأستر فينال من أجل تعويض كل تركيز بعبارته نستعين بجدولي التقدم إذن المعادلة C5 H10 O2 وهي الصيغة الجزائية المجملة للأستر زائد الماء H2O يعطينا C2 H4O2 وهو الصيغة الجزائية المجملة للحمد زائد C3 H8O وهي الصيغة الجزائية المجملة للكحول الحالة الابتدائية لدينا كمية المادة الابتدائية للأستر 0.05 مول كمية المادة الابتدائية للماء هي 0.03 مول وكمية المادة للحمد والكحول 0.0 الحالة الانتقالية 0.05 نقص X بالنسبة للأستر 0.03 X بالنسبة للماء X بالنسبة للحمد وX بالنسبة للكحول نمر إلى الحالة النهائية 0.05 نقص X فينال بالنسبة للأستر 0.03 نقص X بالنسبة للماء وX بالنسبة للحمد ويساوي 0.015 كما ذكر سابقا والكحول أيضا هو X أي تساوي 0.015 مول بعد تعويض X في الحالة النهائية بالنسبة للأستر أي 0.05 نقص 0.015 نجد كمية مادة الأستر النهائية هي 0.035 مول والماء 0.03 نقص 0.015 تساوي 0.015 مول نعوض الآن في عبارة ثابت التوازن ك تركيز الحمد هو 0.015 على V تركيز الكحول هو 0.015 على V تركيز تركيز الأستر هو 0.035 على V تركيز الماء هو 0.015 على V نختزل الحجوم لنجد في النهاية أن ثابت التوازن ك يساوي 0.43 نجيب الآن عن السؤال الأخير وهو في أي اتجاه ينزح التفاعل لو أضيف حمد الإتنويك للمزيج الناتج عن تفاعل الإماهة وهو في حالة التوازن ينزح التوازن جهة إصلاح الخلل الحادث أي القضاء على الحمد المضاف وبالتالي ينزح التوازن جهة تفاعل الأستر أرجو أنكم قد استفدتم من تمريننا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته